قد يكون الخوف من أفول النجم الأمريكي سبباً لأن يرى حلفاء واشنطن أنفسهم بمعزل عن الدولة التي مثلت شرطية العالم لسيمان القوى العسكرية والتفوق التكنولوجي وقفاء عاجزين أمام مقاتلين متحصنين بالجبال لا يمكن مقارنتهم بالجيش الأمريكي الذي انسحب مرغماً من أفغانستان وخوفاً من تكرار المشهد في العراق أو مناطق أخرى بدأ الأوروبيون حركهم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذر من أن أحداث أفغانستان يجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمات المقبلة التي قد تهدد العراق ومنطقة الساحل الإفريقي تحدث بوريل عن شعوره بأسف كبير لطريقة التي سارت من خلالها الأمور في أفغانستان دون استشارة الأوروبيين مشيراً إلى أن بعض الدول ستطرح تساؤلات عن الحليف الأمريكي الذي لم يعد كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد خوض حروب الآخرين لا يبدو أن الدول الغربية تعلمت من درس أفغانستان فالمسؤول الأوروبي اقترح تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة تدخل أولى قومها خمسون ألف جندي قادرة على العمل في ظروف مثل تلك الموجودة في أفغانستان لسيما في العراق والساحل الإفريقي لذان توقع بوريل أن يكون ساحة الأزمات المقبلة ليست قثة أوروبية بقدر ما هي محاولة لتدارك الموقف فقد سبقا جربت فرنسا تدخلا عسكريا في إفريقيا من خلال عملية عسكرية باسم برخان أثبتت فشلها وما تزال أما في العراق فعل أوروبا أن تسأل ماذا فعل مئتي ألف جندي أمريكي ليستطيع خمسون ألفا سد الفراخ ثم يتساءل الكثيرون عن جدوى تدخل في العراق ومن سيدفع التكلفة المالية في ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد عن دفع رواتب موظفي الدولة أسئلة كثيرة ولا إجابات سوى دوران في حلقة مفرغة بلا استراتيجية واضحة تقترب من الواقع ترجمة نانسي قنقر